مرحبا بك أستاذة في نشرة أخبار الثالثة حدثينا عن الأهداف العامة للبرنامج وكيف أجريت عملية الانتخاب وكذلك التصويت في برنامج صوت الشباب مساء الخير طبعا يهدف برنامج صوت الشباب بشكل أساسي إلى رفع مستوى وعي الشباب بالحياة السياسية في مملكة البحرين أصول العمل البرلماني تعزيز مفهوم المسؤولية والشراكة والانتماء الوطني كذلك نسعى إلى ترسيخ قيم المواطنة بحرينها طبعا كل ذلك كان من خلال مجموعة من الورش حول مجلس النواب اللي جان العاملة فيه مشاركة المرأة السياسية والتعريف بشروط العملية الانتخابية كذلك ورش حول خطوات الإعلان عن الترشح وعداد البرنامج الانتخابي طبعا خلال الفترة السابقة أو الأسبوع السابق مدينة شباب 2030 شهدت جو حماسي جدا وكذلك تم ترشح خمسة عشر شاب وشابة للانتخابات بالتنافس على تسعة مقاعد وتم إطلاق حملات دعائية وانتخابية تركز على تقديم مقترحات لتطوير مدينة شباب 2030 وعلى مدى يومين وبعدها تم تطوير شباب التصويت على مدى اليومين الآخرين لاختيار ممثليهم من الشباب وماذا سيقدم الفائزون بعد خلضهم هذه التجربة الاستثنائية لمدينة شباب 2030؟ طبعا بعد المشاركة نتمنى أننا شاركنا في عدار تهيئة جيل من الشباب الواعي بحقوقها الانتخابية مستعد للمشاركة في موسم الانتخابات النيابية والبلدية القادمة كذلك قادر على أنه يشارك ويمثل الشباب البحريني داخل وخارج مملكة البحرين وبآرائه وأفكاره وأبداعه نعم الأستاذ الشيخ أبطي مشرفة مراكز مدينة شباب 2030 شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك